سلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي ما عدتكم النهاردة في اتنين فيديو في سلسلة تحت الف وخمسمائة فيدي الفيديو الاولاني بالفعلا عملته من سنة بس محدش كان لسه شايف وقال ان القناة كانت صغيرة وهتشوف واحد تاني بنسبة كبيرة لكن المعلومات ان شاء الله تكون هي هيها الفيديو عن خمس مبادئ في الافتتاح مهمين جدا لازم تتبعهم الانتشار السريع تحط بيدك في السنتر على اقل طلع قطعك بسرعة حط ملكك في السيفتي بامثلة يعني عمل شوية شغلي كويس جدا اللينك هتلاقوه في الوصف تحت ان شاء الله تستفيدوا جدا جدا منه واعتبر ان ده الفيديو بتاع النهاردة الاولاني عن تحت الف وخمسمائة وده الفيديو التاني وهو سلاح فتاك لو عرفت تستخدمه امتى وفين هو يبقى عينك حلوة بتدور عليه لما يبقى ظاهر الشكل بتاعه هيفرق معك جدا 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 واشكال كتيرة جدا ممكن تفتكر انها تعادل وشعر تجيب منها مكسب وهي في نقلات سحرية معينة ممكن تلعبها تجيب لك المكسب السلاح ده هو الكش المزدوجة يا سلام يعني كش المزدوجة يعني كش بقطعتين للملك بتاع الخصم في نفس الوقت يعني مثلا رخ وصدها فيل وبعدين في ملك الخصم تقوم ان تكاشف بالفيل مدي كش بالفيل ومدي كش بالرخ ده اسمه كده كش مزدوجة فالملك لازم يمشي لانه لو غطى كش الرخ طب هيغطى كش الفيل ازاي لو غطى كش الفيل هيغطى كش الرخ ازاي لازم في الاخر الملك يتحرك وليق مصدر القوة الحقيقية بتاعت الدبل تشاك مثال وهذا مثال توضيحي لكن المباراة فكسانة لكن هو مثال توضيحي ده الكينجز جامبت او مناورة الملك ضرب السنتر حصان تيكس تيكس ربطوا ام لعب كوين على فخ يعني ام اكل هنا ام يدي له الكش دي ودي مات في واحد الحقيقية علشان متقدرش تاكل هتعمل ايف كش الوزير متقدرش تاكل هتعمل ايف كش الحصان والحصان مغطى مربع هروب الملك كش مات مثال توضيحي بسيط وسهل اللي بعد هو ده الموضوع بس هنعمق بقى كده ايه الاشكال هذا الشكل لو انت بسيت للوهلة الاولى لبيض منتشر كويس جدا هتلاقي هذا الشكل مشروح في الموضوع في في قواعد الافتتاح الخمسة لبيض انتشر بسرعة جاب قطعه في السنتر اسرع وهذا اهلوا انه يخش التاكتك دي كش ببلاش ياكل دي دابل تشاك كينج مست موف لو انت ليك في الانجليزي او غاوي انجليزي هتعرف ان كلمة مست يعني وجب التنفيذ لازم مش شد يعني عليك ان تفع بنصيحة لا مش نصيحة ده الزام مست يعني لازم يتحرك ملاش حال تاني هتقفل ده هتودي ده فين طب هتقفل ده طريق بتاع الكشة دي هتودي الفيل فين لازم تتحرك تتحرك هنا تاخد مات في واحد تتحرك هنا تاخد مات في واحد عجبتك لو اول مرة تشوفها يعني اعمل لايك عشان الفيديو يوصل لناس كتير فيستفيدوا من الفيديو زيك ان شاء الله حب الخير للناس يا معلم والموقف التاني هيسيبك تفكر فيه شوية الحقيقة الموقف التاني ده يعني ممكن تتخيل ان رصت الوزير مع الرخ كده والفيل اللي بيكشف ده بس لازم تكمل بحساباتك شوية تشوفها تنفع ولا لا انا هعتبر ان انت رجعت وقالك انها تنفع فعلا الكش دي لو اكل لو مكلش ابسط الامور ممكن تاخد هنا وتسيبه هنا بس مش دي الموجودة الموجودة كش ولو اكل في كش مات في واحد طيب طب لو كالني بقى وقال لي انا انا موافق انا متحديك ان انت مفيش عندك حاجة لا عندي كش اكل وتوادي ده فين اكشف ولا ولا اقفل كده هتوادي ده فين لازم تتحرك كش يطلع فوق ودمغك في الحسابات وقفت اعمل ايه الوزير راح ومفيش مات لازم في حساباتك تكون شفت دي بتفضي مكان الحصان واحد يقول لي طب مكمل كده الحصان ده لازم تكون شفته في الحسابات انه بيدي مات لازم حساباتك تكون جابت الكلام ده وعشان كده بقول لك وقف وخد وقتك طب انت ما وقفتش طيب جرب المرة الجاية توقف كويس وتفكر كويس وخد وقتك ده اهم حاجة في الموضوع ودي يعني ده المغزى من الفيديو انك توقف ودماغك تجيب الحاجات دي ومش صعبة خالص وهو خصول ان انا اقيل لك الفكرة ده مباراة فرنسية يعني الانجليش وليسود بيلعب صح بيلعب ان هو عايز يعني ينتشر بسرعة ويكسر وخلاص بتاني قال له لا لو عايزت تكسر كسر انت والله يعني حتى لو ده حصل ولا فيها اي حاجة بس لسود لعب وحش لعب كده وده سمح بتاكتك فاشل تاكتك مش مزبوط بس يعني ممكن لو في البلدز ولا حاجة ينفع كيش يهرب هنا متوقع انه هيهرب هنا فياكل او يخش كده فيزنق لوزيره لكن للاسف ما ديبت كويسة كوموتر بيقول هنا ان احسن نقل للاسود ومعادة فوق ثلاثة انه يدي كيش ولما تقفل يعمل كده ويبقى له هات طب لو حميت ارجع كده حميت البدأ بتاعي سي سيمين ومعاي قطعة زيادة ومالك يقامن ومفيش اي حاجة خالص لكن لسو تكمل على خطة لبيض وقال له انا هامشي يا عم رغم ان دي بلندر بس انا هامشي عشان انا عارف انك جاي تاكل الحاجات دي ولما اكل ده له كش مات في واحد واو طب ما يقفل طب وادي ده فين؟ طب ما يأكل وادي ده فين؟ كش مات في واحد المشكلة ان دي برضو بلندر علشان الفيل لما يجي هنا فيه كشفات بكش فظيعة كوموتر مدي ان بستموف انك تقفل كده وارجع كده وبعدين نايت دي فوق ربعا الابيض في الشكل ده فتحس ان اتنين سكرانين بس لسو تفاق مرة واحدة وده مات في واحد اداله وصيده كده وقعه ماشي اخر موقف بقى ده هو الزتونة ده الشطرنجي الحقيقي انت بتلعب بالابيض فتحت لاينات في لينك شغالين وعايز تلعب وتفكر انا بقى هستأذنك توقف بجد خمس دقايق فكر كويس جدا لحد الاخر لان هنا سيتجلى قوة الدابل تشيك في هذين مباراة بشكل فظيعة وانا اعتبر ان انت وقفت ورجعت والنقلة هي اني اسيب وزيري والعب كده طاق واو اول تشالينج انك تقول طب ما ياكل وزيري ايه اللي فيها اقولك كش هيهرب فين هنا تاكل هتروح فين يا معلم كمبوتر مدي نايت سي فوش وعليها كش طب ما ياكل ما ينفعش كش طب ما ياكل ما ينفعش عشان هي محمية بس ايه يعني كش دي عشان الفيل كمان ااكل طب ما ياكل الفيل ما ينفعش عشان الكش دي عشان كده دي بعد ما مالك مشي هنا مات في واحد واو طيب ماذا لو في هذا الشكل بعد ما كلت مكلش الوزير واكل هنا تاكل هنا عايز تدي مات في واحد لانها مربوطة لو حتى حاول يهرب كده عشان ينع المات في واحد تيجي كده عايز تدي مات من هنا لو غطة بتاكله طيب لو 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 بعد ما كلت لعب كده بحيث الكش دي هيكلك قال لك كش من هنا جامدة جدا وعليها خلص لازم اديك وزيره وضع صعب طيب في تحليلات كتير في الشكل الاخير ده عايزك تقعد مع نفسك ومع الانجين ومع اصحابك وتحلل وتستفيد ومتنساش تعملنا لايك وتشترك عندنا في القناة واشوفك على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته